مساء الخير مشاهدينا في كل مكان أهلا بيكو حلقة جديدة ويوم جديد من برنامج أستاذ في الطب الحقيقة كذلك زي ما أنتم متعودين مننا كل حلقة أن احنا بنقدم ما هو جديد ويبقى معنا نخبة كبيرة جدا من الأطبة بيتكلموا على طرق العلاج الجديدة وإيه هو الجديد في الطب وبيردوا على استفساراتكم عشان كده النهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا أول مرة أنا شخصيا أتكلم فيه وشايفا أنه هو يمكن مظلوم شوية لأن الكلام فيه قليل وهي أورام المسانة أورام المسانة انتشرت في الفترة الأخيرة جدا آخر عشر سنين تقريبا ما حدش عارف سببها إيه أو إيه اللي بيأدي لإصابة بأمراض المسانة هل فيه طرق علاج ليها سهلة هل بتعود تاني ولا لأ كل اللي هيرد على استفساراتنا دلوقتي دي دكتور علي زيدان أستاذ جراحة الأورام وزميل كورية الجراحين الملكية بلندن أهلا بيك يا دكتور أهلا بيك يا فرد بداية كده يا دكتور قبل ما نطلع هواك وانا بنتكلم عن أمراض المسانة أو أورام المسانة بالأخص مظلومة ما بنتكلمش عنها كتير عايزين بداية كده الموضوع إيه هي المسانة وإيه هي وظيفتها وأهميتها يا دكتور أنا بتفهم مع حضرتك أن أورام المسانة إعلاميا مش واخد حقها مع العلم أن مصر هي الدولة الأولى على مستوى العالم من حيث معدل الإصابة بأورام المسانة حضرتك عارفة أن الدورة الدموية بالكامل بتعدي على الكلة وكل أربع دقائق الكلة بتعمل فلترة وبتاخد الحاجات اللي مش كويسة بتنزل للحالب لازم إحنا مش نفضل طول الوقت في الحمام فربنا عز وجل عمل زي كيس بيبقى موجود في الحوض عشان يخزن كمية البول لحين دخول الحمام تفريغ الحاجات اللي هي مش مفيدة فالمسانة البولية هي عدوة من أعضاء الجسم بتبقى موجودة في تجويف الحوض بيبقى خلفها المشتقيم في الزاكر في الأنسة بيكون خلفها المشتقيم والرحم والمضايد وفي الزاكر بيطلع منها قناة مجرى البول وبتكون البروستاتا أسفلها أسباب الأورام المسانة بالذات يا دكتور بتيجي ساقبها إيه؟ نتيجة إيه؟ خليها أسباب معينة ولا ممكن تبقى وراسة ولا بسبب التلوث زي ما يمكننا بنسمع أن البالهاريسيا أو أسباب التلوث التدخين التلوث الكيماوي هو ده اللي بيؤدي الإصابة بالأورام المسانة هل الكلام ده مظبوط يا دكتور؟ إلى حد ما مظبوط إحنا طبعا كنا شرفنا مع حضرتك في حلقة سابقة وقلنا أن إحنا الحد دلوقتي ما وصلناش لسبب رئيسي للسرطان في العموم لكن المسانة البولية زي ما حضرتك ذكرت بالضبط التدخين هو رقم واحد من حيث الحاجات المسببة لأورام المسانة الوراثة بيبقى لها دور بعض الأعمال يعني مثلا اللي بيشتغل فيه السباغة والدباغة والطباعة وحتى الحلاء الصباغات بتاعة الشعر كل دي بيكون فيها بعض المواد الكيميائية اللي بتأثر على المسانة وجدوا أن بعض الوظائف زي السوائين بتوع الترلات الكبيرة بنقول فعلا أن زمان كانت مصر فيها بالهرسية من أيام الفراعنة أنا باتفق مع حضرتك أن الحمد لله الدولة المصرية الوقت نجحت في القضاء على بالهرسية ولكن ما زال مش كل الأسباب بتاعة سرطان المسانة بيكون بالهرسية رغم أن البالهرسية اختفت ولكن ما زالت حالات أورام المسانة موجودة بشدة طب في معتقدات تانية يا دكتور بتقول أن تلوص المياه لو المياه مش نظيفة برضو ممكن تؤدي إلى أسباب أمراض الأورام السرطانية بتاعة المسانة طبعا هو نفضل إن الإنسان يشرب مية نظيفة يمكن لو هي فيها كمية كبيرة من المواد المسارطنة قد تسبب سرطان المسانة بس خلينا نقول برضو ده بيجي أكوميليتنج يعني بياخد عشرات وخمستاشر وعشرين سنة علشان يسبب أورام المسانة طب إيه هي أعراض المسانة يا دكتور أورام المسانة؟ في بقى ليه أعراض معينة تظهر؟ ولا ممكن تيجي فجأة والمرض يحس بها فجأة؟ إحنا قلنا إن المسانة هي عبارة عن كيس بيخزن البول 200 سنتي 300-400 الحين إن الإنسان تبقى ظروفه ويدخل الحمام زيادة معدل دخول الحمام الألم الشديد الأهم زي ما حضرتك قلتيلي وجود دم في البول أكتر عرض من أعراض أورام المسانة وجود دم في البول لو الأمور زادت أكتر بنلاقي أجزاء لحمية بتبقى موجودة في البول يبقى زيادة معدل التبول ألام أثناء التبول وجود دم في البول وجود أجزاء لحمية في البول دي أكتر أعراض لأورام وسرطان المسانة البولية طب لو في دم في البول ولو يوم واحد واختفى تاني يوم برضو دي حاجة تقلق؟ ولا لازم يروح لدكتور مختص؟ ولا الموضوع بيبقى عادي مطمئن؟ هو وجود دم سواء من الأنف سواء من الفم من المستقيم أو مع البول يقلق في العموم يعني مش من الطبيع أن الإنسان يجيب دم ولكن زي ما حضرتك قلتيلي مش كل دم في البول يعني أورام في المسانة لو الإنسان عنده التهاب ممكن يعمل دم في البول لو حصوات في الكلا أو في الحالب أو في المسانة لو حضرتك أورام في الكلا ممكن تعمل دم في البول فإحنا مهم جدا والدم في البول قد يكون دم بكمية كبيرة والمريض يشوفه بالعين المجردة أو في تحليل البول يقول إن فيه دم في البول طب أنواع لورم السرطانية للمسانة يا دكتور حقيقة قبل الحلقة قلت لي فيه ورم سطحي وورم عميق ممتاز الجدار بتاع المسانة بيتكون من ثلاث يعني مستويات أو ثلاث طبقات لو الورم لسه جوه الطبقة الأولى ده بنسميه ورم سطحي لو توغل داخل العضلات يبقى اسمه ورم عميق وده مهم جدا لأن السوبرفيشية أو النان انفيزيف غير الانفيزيف ده ليه طريقة في التشخيص وفي العلاج وده ليه طريقة في التشخيص والعلاج عايك برضو قال لي باستفادة أكثر عن الورم السطحي اكتشافه إزاي يا دكتور هل بيبقى ليه أشعة معينة هل تحليل هل بالمنزار ايه طرق اكتشافه يا دكتور إنه هو ورم سطحي أو عميق بتحدده إزاي يا دكتور أنا بشكرك على السؤال ده إحنا مجرد ما المريض بيجي لينا وبيشتاكي من وجود دم في البول أول شيء إحنا بنفحصه فحص إكلينيكي بنفحص بطنه بنفحص الشارج عشان نحس فيه أي تدخم موجود في المسانة البولية أو لا الخطوة اللي بعد كده بنعمل تحليل بول بنعمل تحليل كاملة وظائف دم وكبد وكلا مهم جدا الأشعة الرنين المغناطيسي على الحود بتقول لنا هل فيه ورم موجود في المسانة ولا لا وتأتي الخطوة الأهم وهي منزار المسانة طيب الورم السطحي يا دكتور هل ليه مراحل برضو يعني مرحلة أولى مرحلة تانية مرحلة تالتة وكل واحد بيختلف في طريقة علاجه ليه برضو كل معين ممتاز منزار المسانة ده حاجة بسيطة جدا أنا المريض بياخد بنجي نصفي أو بنجي كلي بندخل ونبقى شايفين المسانة من جوه زي ما السادة المشاهدين شايفيننا دلوقتي المسانة زي بلونة بحصها بالكامل بشوف كل الجزء فيها المنزارة تريد باقل مظبوط؟ لا ده ده منزار المسانة المنزار المسانة اللي هو تشخيصي اللي هو تشخيصي وعلاجي للورم السطحي اللي حضرتك بتسألين عنه لأن الورم السطحي أنا ممكن أشخصه وأعالجه عن طريق منزار المسانة في نفس التشخيص مرة واحدة تعالجه وتشخص في نفس الوقت؟ بالضبط يا فانتب لأن أنا بشيره بالكامل بمنزار المسانة ما بجيش نهائي عند البط من خلال قناة مجرى البول أنا بدخل بالمنزار بتاع المسانة أشوف المسانة بالكامل الجزء الخلفي الجزء الجانبي القمة بتاعتها الرقبة بتاعت المسانة بشوف مكان الورم عدد الاورام الموجودة شكل الورم واخد جزء منها علشان احلله علشان اعرف هل ده ورم ولا لا ولازم جدا اخد جزء من العضلات علشان اتأكد ان الورم ده ورم سطحي وممكن اشيله بالكامل من خلال مظهر المسانة طب بعد محاكم بتشيله بتشيل تستقصر الورم هل بيرجع تاني يا دكتور بعد جراحة المنزار ده سؤال مهم جدا انا بعد ما بشيل الورم السطحي بالمنزار بالكامل بد المريض متابعة بعد ثلاث شهور بخش اعمل منزار تاني بعد ثلاث شهور اشوف هل المسانة سليمة مفيش اي ارتجاع للورم يبدأ تمام ولا الورم مرتجع لو الورم مرتجع بشيله مرة تانية من خلال منزار المسانة وتأكد ان هو لسه سطحي لان اوقات الورم السطحي ممكن يرجع وممكن يتحول لورم عميق لو هو لسه سطحي وما ارتجعش خلاص يخلي المريض تحت المتابعة لو هو سطحي وارتجع ولسه سطحي هشيله بس هدي حقا تاني من خلال المسانة حقا مناعية اسمها بي سي جي بحقنها يعني اسبوعيا لمدة ستة اسابيع وعيد المنزار بعد ثلاث شهور كمان حتى لو ما فيش ورم بعد ثلاث شهور بعد حكما تستقصر الورم الاولين وجي تابع معاك المريض بعد ثلاث شهور وما لقيتش ورم برضو بتخليه جيلك تاني بعد ثلاث شهور يعني بتفحصه خلال السنة ولا هي مرة واحدة وخلاص يا دكتور لا يعني لو ما لقيتش ورم يبدأ شيء كويس بتديه فرصة فحص بعد ثلاث شهور كمان طيب بس مجرد فحص وده ممكن يخرج في كلال ساعات يعني يدخل المستشفى يخرج في كلال ساعتين من خلال البنج النصفي او البنج الكلي انا بدخل بالمنزار شيء بسيط جدا والمريض ممكن يروح في نفسه طيب في حالة رجوع الورم اكتر من مرة في نفس السنة يعني كل طرح شو بيجيلك بتلاقي ورم سطحي ممتاز لو ما زال سطحي انا برضو بشيله بالمنزار وبعمل الحقن المناعية اللي انا اتكلمت مع حررتك البي سي جي دي كيماوي يا دكتور لا دي مناعي واحيانا ألجأ لي الحقن الكيماوي برضو من خلال المسانة انا ما بتكلمش عن الكيماوي اللي نديه في الوريد اللي واقع الشعر والكلام ده لا انا بتكلم عن حقن نديها في خلال المسانة امت بتلجأ للعلاج الكيماوي وامت بتلجأ للعلاج المناعي لا يعني انا احنا بنتكلم برضو عن الورم السطحي أنا بلجأ للعلاج المناعي لو الورم ارتجع لو لقيت الورم ما استجبش للعلاج المناعي بلجأ للعلاج الكيميائي في كل الأحوال أنا لازم أشيره بالمنظار دي المدرسة الطبية اللي أنا بفضلها في بعض المدرسة الطبية الأخرى بتبدأ بالعلاج الكيميائي مع العلاج المناعي مباشرة في حالة الورم عميك يا دكتور ووصل للعضلات المسانة بيتم استقصال المسانة طبعا كلمة استقصال المسانة في حد ذاتها بتقلق أي مريض بتتعامل إزاي مع المريض اللي بيجي لك وعنده ورم عميك يا دكتور بتستقصالها على طول ولا بتمشي الأول معه بالتدريج بالعلاج أنا عشان كده أنا بشكرك أن انت اخترت الموضوع ده لأن احنا اتكلمنا عن الورم السطحي أنه حاجة كويسة والمريض بيخرج وبيعيش ومحافظ على المسانة ومحافظ على شكل جسمه للأسف الشديد عشان الإعلام مش عامل الفوكس على أورام المسانة يؤسفني أن أنا أقول لحضرتك في العالم 80% من الحالات بتروح تكشف عند الأطباء بيكون ورم سطحي إحنا هنا عندنا 80% من الحالات اللي بيجي يكشفه عندنا بيكون ورم عميق وأنا بكون مضطر أن أنا أعمل استقصال جزري للمسانة والغدد الانفوية في البطن والحوط بيكتشف الورم العميق يا دكتور متأخر برضو؟ يعني اكتشف الورم عمتني لو سطحي مش بيكتشفه في الأول بدري فبتلحق تسيطر على المسانة نفسها؟ ما هو ساتك المريض ما بيجيش المريض بيكون عند ورم سطحي مجرد دم في البول أو الكلام ده يقولك التهاب أو يروح مثلا الصيدلية ياخد علاج أو يروح لدكتور غير متخصص لو ساب نفسه شهر شهرين الورم السطح هيتحول الورم عميق عشان كده لازم المريض لازم يشخص الحالة مبكرة دايما طبعا كل الأطب بيقولوا لازم التشفيس يبقى في الحالة مبكرة عشان نلحق نسيطر على الأورام ده الكورنستون وحجر الزاوية في أن أنا أوصل لنسبة شفاء 100% هو الاكتشاف المبكرة للأورام طيب إمتى برضو حكي يا دكتور بترجع لين أنت تستقصل المسانة في حالة الورم العميق؟ الورم العميق اللي هو تعريفه الورم السرطاني المتواجل داخل العضلات مالوش يعني العلاج الأساسي بتاعه الاستقصال الجزري للمسانة والغدد اللينفوية ولو هو ذكر بستقصل البروستاتا معي هو الحالات اللي بديه الحالات أكتر في أورام المسانة السيدات ولا رجال أكتر؟ الرجال أكتر لن احنا تكلمنا وحضرتك ذكرتي أن التدخين يبقى العمل الأساسي فبطبيعة الشعب المصري التدخين أكثر فيه الرجال النقطة التانية الناس اللي بتشتغل في الصبغات وفي الدباغة أكثر رجال فإحنا تقريبا يعني الأورام المسانة أكثر فيه الزكور من الإناس طيب دكتور الناس اللي طبيعة شغلها بتتعامل مع التلوث هتعمل إحشان تحافظ أو تقي نفسها من أمراض الأورام السرطيرية متاعة المسانة نشرب ميا كتير قوي نكسر من الفاكهة والخضروات والسلطات نخلي بالنا قوي مجرد أن يبقى فيه دم في البول أو حتى زيادة معدل التبول أو بداية تعفل المسانة أغير الشغر بتاعي طيب دكتور نرجع تاني نتكلم عن جراحات الأورام العميقة كلمة استقصال بي تتخوت حيث لما بتستقفل المسانة هل المريض بيعيش بعد كده لما بتستقفل المسانة وبتغير مجرد بول متاعه بيعيش بشكل طبيعي بعد العملية يا دكتور طبعا الاستقصال جازري للمسانة البولية من العمليات الكبيرة والعمليات المعقدة لو يعني بتوفيق ربنا بالفريق الجراحي مع التغدير مع الرعاية المركزة مع المستشفى المجهز في العمليات دي بتكون العملية مش خطيرة لكن هي عملية معقدة نسبيا ويعني لكن عايزة أقول لحضرتك طالما الخبرة موجودة وتوفيق ربنا موجودة إن شاء الله هنتيك بتكون كويسة وهي العلاج الأساسي طب كبارستاني ما بيتقصره بالعملية زي دي يا دكتور إحنا دلوقتي بنبص للمريض لما بييجي بنعمله التحليل الدم اللي اتكلمت عنها صور الدم ووظيف كابت كيلس تيورة سكر وبنعمل استشاري القلب بيعمل إيكو على القلب لو المريض دلوقتي الأعضاء دي كويسة والقلب بتاعه كويس ما فيش أي خطورة وما فيش أي فرق بين كبير السنة وصغير السنة طب في بعض الحالات بيجي لحضرتك عندهم أورام عميقة وبتلجأ إنهم ما يعملوش عملية يعني حالتهم ما تضطرش إنهم ما يعملوا العملية يعني حالتهم تبقى خطر لو عملوا العملية ما يطلعوش السلام كاي بالضبط يا فانت ودول اللي احنا بنسميهم الدكتور بتاع الكفاءة الطبية اللي هو أستاذ القلب أو أستاذ التقدير أو أستاذ الرعاية يقول لي لا ده غير لائق للجراحة في الوقت ده أنا ما بعملش ديه العملي يعني في حالات حيث لازم مش هتعملهم عملية طب يعيشوا إزاي يا دكتور هو دلوقتي يعني في بعض المدارس الطبية بتتكلم عن إن احنا ممكن نحافظ على المسانة البولية حتى لو الورام عميق طب لو هتستقصر المسانة أنا عادتك برضو تقولي باستفادة كده كبيرة بتستقصروا المسانة يعني بتستقصرها إزاي يا دكتور يعني برضو أنا مش أدرة بخيروها بتستقصروا المسانة إزاي تمام أنا بشكرك على السؤال ده وإحنا تطورنا تطور كبير جدا أنا عايزة أقول لحضرتك آخر عشرين أو تلاتين مريض أنا عملهم بالكامل بالمنظار الجراحي إحنا زمان كنا بنعمل الاستقصار الجزري المسانة عن طريق الجراحة التقليدية اللي إحنا بنفتح البط ودي كان المريض بيقعد كتير في المستشفى بيعاني من تأخير في حركية الأمعاء نريد شكل بتاع الجسم نفسه بيبقى مختلف كمان بالضبط إحنا دلوقتي تقريبا ويعني في بحث نشرناه في الجلة دولية إن إحنا بنستقصر المسانة البولية والغدد اللينفوية بالمنظار الجراحي كنا بناخد وقت في البداية دلوقتي تقريبا الأمور بيئت أفضل فالعملية بتاعت استقصال المسانة تطورنا فيها تطور كبير جدا لما بتغير مسانة نفسها بيعمل بول إزاي يا دكتور؟ يعني بتبول إزاي؟ ده سؤال مهم جدا وبشكرك عليه طبعا إحنا شلنا المسانة البول هيعمل إزاي؟ اللي هو مسار مجرى البول زمان كان فيه حاجات دلوقتي مش موجودة وبسديد في كل مكان إن يوصل الحوالب على الجلد أو يوصل الحوالب بالمستقيم إحنا دلوقتي سياتيك بنقوم بزرع مسانة جديدة تعوضية من الأمعاء بناخد جزء حوالي 60 سنتي من الأمعاء الدقيقة وبنعملها بطرق جراحية معينة بحيث إن هي بتقوم بنفس ونوصل الحوالب في جزء منها والجزء الثاني بنوصله بقناة مجرى البول بحيث إن الإنسان يتبول طبيعي جدا من قناة مجرى البول ونحافظ له على شكله طب إيه الفرق من منظر الجراحة؟ ومنظر المسانة البولية هو ده منظر وده منظر ممتاز المنظر إذا يفشغلوكم فيه كاميرا وكاميرا المنظر بتاع المسانة البولية اللي احنا بنسميه سيستيسكوب ده بندخل من خلال قناة مجرى البول ما فيش بطن خالص وده بنشوف قناة مجرى البول وبنشوف المسانة بالكامل ونستأصل الورم السطحي أو ناخد عينة من الورم العميق تبحالة الورم لما يكون سطحي بزبط أو عميق يبقى تشخيصي بس المنظر الجراحي إن أنا بخش بالعدسة وفتحات صغيرة بدل ما كنت بعمل الجراحة التقليدية اللي هي الفتحة بتاعة البطن بالكامل لا أنا بخش بآلات صغيرة أوي زي الألم اللي مسكها سيادتك حوالي 3 أربح فتحات من خلال البطن ده اسمه المنظر الجراحي للبطن اللي احنا تطورنا فيه دلوقتي بنعمل به المرارة وبنعمل به المعدة وبيعملوا به جراحات السمنة وإحنا بنعمل أورام القولون والشرج وأورام الرحم والمبايد وبرضو أورام المسانة البولية مؤخرة طب أورام المسانة يا دكتور هل ممكن تنتشر بأعضاء الجسم ولا تبقى مقتصة بس من المسانة هي طبعا ممكن تنتشر ولكن يعني لما تيجي سيدة مثلا ده أورام في السادي فبينتشر بسرعة لكن أورام المسانة بتاخد وقت علشان تنتشر هي بتنتشر في البداية من خلال التوغل بتاعها في جدار المسانة علشان تتحول من ورام سطحي لورام عميق بعد كده بتنتشر فيه الغدد الإنفوية لكن من الصحب شوية أو من النادر أو أولي لما بنشوف إن هي تنتشر لأعضاء خارج المسانة لكن علميا معرض بالنسبة لورام السطحي يرجع تاني لي يا دكتور هل بروتوكوله بيبقى ليه مدة معينة يعني فترة سنة سنتين وبعدها بيقف مثلا ما بيرجعش تاني ولا لازم مدى حياته يتابع حالته الصحية لا هو مدى حياته يتابع حالته الصحية ولكن أنا قلت إن إحنا في البداية بنشوفه كل ثلاث شهور لكن لو بعد سنتين ثلاثة بنشوفه مرة واحدة في السنة يعني فيه مرضى يعني ناس وناس مشهورة يعني بتتابع معنا من عشر أو خمستاشر سنة زيارة مرة واحدة في السنة يوم واحد مجرد شيك أب بنطمئن بالمنظار بتاع المسانة حك قلت الأول أعراض الأورام السرطانية بتاع المسانة التبول اللي هو فيه بقى فيه دم شوية كترة الحمام المية كتير مزبوط تمام احتفاظ مع بالبول فترة طويلة ساعات إحنا أحيانا منضطر نحتفظ بالبول لو إحنا في الشارع أو إحنا في حاجة حال ده برضو ممكن يؤدي الأوراض الأورام السرطانية للمسانة هو طبعا يعني 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 كنا في مؤتمر قريب في باريس في يعني في الأحياء العامة وفي الشوارع العامة فيه يعني دابليو سي عمومي وناس وقفة طبور كده زي الناس بتبقى وقفة طبور عند المترو فيعني نتمنى الدولة إنها تعمل دورات يعني مياه عمومية راقية يعني عايز أقول حضرتك دورة المياه اللي بتكلم عنها حاجة راقية زي اللي بتبقى عندنا في البيت للأسف ده مش موجود عندنا نتمنى نبقى موجود هو طبعا الأبحاث ما قالتش إن التحتفاص في البول يعمل ورن في المسانة ولكن طبعا هي حاجة غير محمودة طيب حاجة بردك اللي قبل الحلقة بنتكلم عن العلاج الإشعاعي والكيماوي طبعا أنواع العلاجات حاجة بردك اللي بتكلمني عنها دو العلاج الكيماوي ممكن نديه لو هنعمل استقصال جزره للمسانة ولكن الورم متقدم ممكن نبدأ به علشان نقلل مرحلة الورم العلاج الإشعاعي أحيانا بنلجأ ليه قبل بعد العملية لكن دلوقتي بقى ليهم دور في السؤال اللي حديك سألتيني لو المريض رافض إنه هو يستقصر المسانة هو ممكن يبقى متخوص لأن كلمة استقصال مسانة يا دكتور حتى أكيد متطفق معي فيها كلمة تقلق يعني أي مريض عنده وراء معاميك بيبقى خايف إنه هو يشيل المسانة مش عارف إيه اللي يحصله بعد كده يعني حتى لو هيعيش هيبقى خايف إنه هو مش هيعيش مشكل طبيعي فإيه حاجة تنصح الناس أو تنصح المرضى اللي عندهم وراء معاميك يلجأوا للعملية الأول ولا ياخدوا علاج إشعاع أو كيموي الأول ده سؤال مهم جدا يعني أنا أنا إحنا بنوجه لهم رسالة طمأنة فعلا يعني إن العملية زي ما قلنا توفيق ربنا الفريق الجراحي والتغدير والرعاية المركزة والمستشفى المجهزة الجراحة هي العلاج الأمثل تاخد قد وقت المريض بيقعد في المستشفى لا إحنا بنشتغل في غرفة العمليات من 5 ل7 ساعات لو أنا هعمل زرع مسانة بأخد 7 ساعات لو أنا المريض ما ينفعش ليه زرع مسانة بنعمل فتحة جانبية بتاخد حوالي 4 ساعات فهي من 4 ل7 ساعات داخل غرفة العمليات ومن أسبوع لأسبوعين داخل المستشفى لا جابت حالك فيه حاجة نريد سألك عليها فيه حاجة كما زراعة مسانة أو أنت بتفتح فتحة تانية طبعا كلمني على كين بقى؟ برافو إحنا بنفضل جدا زراعة المسانة والمرضى بيجلنا من كل الدول العربية والأفريقية ومن كل مكان في مصر عشان إحنا مميزين بزراعة المسانة لكن للأسف في بعض المرضى أنا ما قدرش عملهم زرع مسانة ليه يا دكتور؟ مبتعا لأن أي مريض عنده مشكلة في الكبد أي مريض عنده مشكلة في الكلا أي مريض الورى مواصل لقناة مجرى البول التلاتة دول السكر والضغط؟ لا السكر والضغط ما فيش مشكلة التلاتة أسباب دول بيخلوني ما قدرش أن أنا أعمل عملية زراعة المسانة فبالوقت ده بنلجأ أن احنا ناخد برضو جزء من الأمعاء حوالي 30 سنتي ونزرع فيه الحوالي من الداخل ونطلع الجزء ده من الأمعاء للخارج وبيبقى ليه كيس بيتركب في الجنب المريض بيفضل الكيس ده كل 6 أو 8 ساعات طيب بيعيش بشكل طبيعي بعدها يعني ليه تعليمات معينة بعد العملية يا دكتور وليه متابعة خاصة بعد العملية أكله بيبقى شكل طبيعي بعد العملية إيه المحاذير اللي تبقى بعد العملية يا دكتور؟ ده سؤال مهم جدا لأن طبعا المريض اللي أنا زرع له مسانة دي مش مسانة طبيعية إحنا يعني دلوقتي لازم يبقى فيه ألم علشان نحس إن إحنا عايزين نخش الحمام هو مش بيحس بكتر فهو لازم يخش الحمام كل ساعتين أو تلاتة يعني هو بيحسش إنه هو عايز نتبول؟ في الفترة الأولى في السنة الأولى في السنة الأولى لأن هي جاية من الأمعاء فمهم جدا إنه هو يشرب مياه كتير مهم إنه يخش الحمام كل ساعتين تلاتة يعني لو هيقوم يصلي الفجر بالليل أو يزبط المنبه مهم جدا انه هو يجلس في الحمام بهدوء جدا مهم جدا انه هو يضغط على المنطقة بتاعة العانة علشان يفرغ اي بول متبقي لكن مهم جدا انه هو قد يعاني في البداية من عدم تحكم في البول بس كل ده يكون في اول ست شهور او اول سنة بيكون في الليل اكتر من النهار لكن تقريبا بعد سنة بيكون يتحول لما يشبه المسانة الطبيعية بالكامل وبيحس ان هو عايز تباول بزبط وبيخش يعني انا انا في مرضى من سنة الفين واحنا بتكلم في الفين وعشرين في مرضى ليهم عندنا عشرين سنة وعشرين وما يسمى دلوقتي في التاب الكواليتيوفلايف او جودة الحياة ان انا محافظ على شكل الجسم انه ما فيش فتحات جانبية ما فيش كيس بيركب وخصوصا للسيدة تخيالي حررتك يعني انت محافظ له على ما يسمى البودي ايميج فده مهم جدا هي ازراعة المسانة دكتور من عشرين سنة موجودة وابتعملها بالفعل بنعملها بالفعل يعني احنا بنعملها من حوالي عشرين سنة والنتيجة بتاعتها كويسة اوي يعني بس زي ما قلت لحضرتك هي عملية مش كل الناس بتنفع عليها عملية برضو بتاخد وقت شوية عملية مكلفة لكن موجودة والنتيج بتاعتها ممتازة طب هل اختلفت يا دكتور طرق العملية نفسها من عشرين سنة دلوقتي هل في حاجات تقدمت في التوميوجيا مؤكد اختلفت من حيث استخدام المنظر الجراحي وده نقلة كبيرة جدا زي ما قلت لحضرتك اختلفت من حيث ان احنا عملنا موديفيكيشن او تطويرات يعني انا بتبنى العملية زرع مسانة اسمه شتودر نيو بلدر شتودر ده عالمي كبير جدا جدا لكن احنا عملنا يعني تطورات في العملية كذا موديفيكيشن علشان نجيب نتيجة افضل طب نتكلم عن الحالة الجنسية يا دكتور لدى الرجال بعد استقصال المسانة او في حالة ان فيه ورم سطحي وفيه علاج بياخده هل المريض بيتقاصل من ناحية الجنسية يا دكتور ده سؤال مهم جدا في الحالتين في الورامين ورم سواء السطحي او ورم عميق الورم السطحي ما بيض اصدرش لان المسانة موجودة في مكانها وانا بتعامل من خلال منظر المسانة لكن خلينا نقول ان المسانة بتبقى موجودة جنب المسانة مباشرة العصب اللي هو مسؤول عن الانتصاب والقدرة الجنسية وعملية القصف لو المريض ساب نفسه فترة والورم طلع من المسانة ودخل العصب يبقى انا هستقصل العصب لو استقصلت ناحية القدرة الجنسية المريض بتقلل بنسبة 50% لو الورم ما وصلش للعصب بتحتاج دكتور عنده خبرة كبيرة يكون عارف العصب بيعد فين وازاي يشرح العصب ويحافظ عليه فاحنا لو جلنا المريض في البداية والخبرة موجودة القدرة الجنسية بنسبة 70% لـ 80% بنقدر نحافظ عليها طب بالنسبة للورم لو كان عميق يا دكتور اعتقد الموضوع بيختلف مضبوط ما هو ده في الورم العميق لكن لو هو الورم العميق متقدم زي قلت لحضرتك وطلع بره المسانة ودخل على العصب فاحنا بنشير العصب لكن عايز اقول لحضرتك برضو معظم المرضى اللي بيجرنا بيكون لا لسه الورم مطلحش على العصب فبالتالي بنقدر نحافظ على العصب الناحيتين والمريض لنا مرضى ما كانوش تزوجه وقدروا انهما يتزوجوا وقدروا انهما يقوموا بمهمهم الجنسية والامر بتاعتهم مقبولة طب سوان يا دفعك قلت لسه مرضى بيتزوجه انا برضو معلوماتي ان الاورم السرطانية للمسانة بالتحديد ان هي بتيجي فوق ال40 او ال50 سنة هل بتيجي الشباب يعني في حالات شباب جات لك عندها اورم في المسانة يا دكتور احنا اتفقنا ان الورم السرطاني زي ما حضرتك قلت مرض كبار السن لكن ده لا يمنع ان احنا شفنا شباب يمكن بنسبة 10% من مرضانا بيكونوا تحت سن ال40 مصاب بسرطاني المسانة البوليين هل بتبقى وراسة يعني حاج برضو متشخص الحالة بتبقى وراسة اكتر ولا بتبقى اسباب الطبيعية العادية في الحياة لا الاسباب العادية في الحياة طيب يمكن الوراثة دي مشهورة في السادي لكن احنا تقريبا من خلال خبريتي وانا مهتمة او بالمسانة يعني هي الوراثة مكتوبة قد تكون سبب لكن انا ما شفتش عائلات مصابة بسرطاني المسانة بما انك جراح يا دكتور انا عايزة قالك سؤال فقط عشان نتفادى ان احنا نوصل لمرحلة الجراحة ومرحلة الاورام عموما هل فعلا التحليل مبكر في اي حاجة كل 6 شهور بصفة دورية طبعا وظنك مصريين ما بنعملش التحليل دي هل التحليل والحاجات دي تبقى مهمة جدا يا دكتور بلاكتشاف المرض مبكر هل فيه برضو في الاورام السرطانية هل المنظر هو ده اللي يحدد لنا كل حاجة ولا ممكن بتحليل عادية تبينينا كل حاجة يا دكتور يعني مهم جدا ان احنا نكسر من تناول المياه بكمية كبيرة جدا نكسر من الفاكهة والخضروات والسلطات في كل اكلاتنا بكمية كبيرة جدا تفادي الفاست فود والاكل الامريكاني السريع دوت تفادي بقدر الامكان ان الاكل بتاعنا يكون خارجي تفادي السمنة بقدر الامكان الاقلاع عن التدخين على قد ما نقدر الكلام ده كله يقينا تغيير ستايل الحياة التفاؤل التفاؤل كل الكلام ده البعد عن الاكتئاب كل الكلام ده بيزيد من لان هو الاكتئاب بيعمل انخفاض في المناعة ومن ضمن النظريات التبية للسلطان ان يكون فيه انخفاض في المناعة لو قدرنا نعمل ده مؤكد يعني اسباب خطورة الاصابة بالسلطان هتقل ان انا اعمل تحليل بول ان انا مجرد مجرد ما نلاقي عندي دم في البول اروح معهد الاورام اروح الاكتشاف المبكد لي الاورام واعمل اشعة هيكون الورم سطحي وممكن استقصله مرة واحدة وخلاص تعيش حياتك بنسبة 100% الموضوع عند المريض على فكرة عند المريض عشان اتشاف المرض مبكرا بالضبط يا فانديم المريض بيقولك يعني عندي حسوة عند التهاب طب بكرة روح طب بعد روح كل واحد يبقى طبيب نفسه زي ما بيقوله وللأسف حتى اوقات يروح عند الدكتور الدكتور يكتب له عليك طب انت كتبت عليك لمدة اسبوع وما جابش نتيجة افكر احمل منظار افكر اعمل اشعة لا ساعات بيتكرر له عليك تاني ساعات المريض يسيب الدكتور سين ويروح للدكتور صار الدكتور صار يبدأ عليك تاني جديد طب نفكر نفكر نعمل اشعة مش اخسر حاجة لو عملت اشعة ترامين مغناطيسي مش اخسر حاجة لو عملت منظار حاجات بتتم في نفس اليوم وممكن تحمينا من القصة الصعبة اللي كنا بنتكلم عليها من شوية طب نرجع تاني الموضوع من الاورم السرطانية والجراحة سواء انا عايز تسألك بقى سؤال شخصي هل السيدات بتختلف عن الرجال في العملية الجراحية يا دكتور في العملية دي بالذات السيدات بتختلف عن الرجال لان قناة مجرى البول في الرجال 20 سنتي قناة مجرى البول في السيدات 4 سنتي تمام انا يعني ان انا قادر بسهولة ازرع مسانة للرجال لكن بصعوبة جدا ان انا ازرع مسانة للسيدات برضو السيدات نتيجة الولادة الولادة الطبيعية وإحنا السيدات عندنا بيولدوا كتير وبيولدوا طبيعي فبالطبيعة يعني هم كلهم إخواتنا وأمهاتنا أي ستة كبيرة في السن بيبقى عندها أوقات جزء من عتم التحكم في البول فكل ده بيضعف لي وبيحد أن أنا أقدر أعمل مسانة جديدة قبتك حالك زي كده يا دكتور؟ قتلك حالة سيدة عندها مشكلة وراء معميك في المسانة؟ إحنا لسه يعني من من أسبوعين سيدة من صعيد مصر وماشاء الله بس كانت في منتهى التفاؤل في منتهى الزكاة قعدت أسبوع وحيد في المستشفى عملنا الاستقصار الجزري المسانة والغدد وزرعنا لها مسانة طبيعية مبارح بس شايلها كل الأساطر كل الأمور الست في حياة كمية بهجة يعني حاجة تفرح للأمان وطبعيتها بقى معاك يا دكتور حاكم منبه عليها أن يتبع معاك بصفة دورية كل أسبوع تبقى عندك أو كل شهر أيا كان المدة وحاكم تحددها لها لازم تلتزم بيها عدم التزام المريض بعد العملية هل بيؤدي إلى خطورة في حياته؟ النجاح العملية بعد توفيق ربنا الجزء لقبل العملية مهم الجزء العملية مهم الجزء بعد العملية مهم جدا لازم المريض بيتابع معايا لمدة خمس سنين خمس سنين يا دكتور؟ خمس سنين بيجيني مرة كل ثلاث شهور في أول سنتين مرة كل ست شهور في السنة الثالثة والربعة بداية من السنة الخمسة يجيني مرة واحدة في السنة طيب أعزي تقالك برضو نرجع تاني على الورام السطح يا دكتور في حالة تقرره أكتر من سنة أو سنتين كل شوية بيجي لك بيبقى عنده ورام سطحي بس ما وصلش للعضلات بتلجأ أن هو برضو تشل له مثال ولا بتبدأ تتعامل معي برضو أن أنت تتحرك تديره بي سي جي أو تتعامل معي بالحقن أشكري جدا جدا لأنه هو في مرضى ليهم عشرين سنة وعايشين بسرطان المسانة السطحي أنا عرف حد ناس كتير أو ناس جاتني من دول عربية أكتر من خمستاشر وعشرين سنة حالات قليلة قوي اللي نلجأ أن نحن نشير المسانة في الورام السطحي في حاجة اسمها درجة الورام لو درجة الورام مرتفعة أنا بفضل لاستقصال الجزرير المسانة يعني درجة الورام مرتفعة ليه حالة أولى حالة تانية؟ لا حالة أولى حالة تانية دي اسمها مرحلة الورام هو دايما الورام السطحي بيكون مرحلة أولى منفعش بقى مرحلة تانية أو تانية لأن فيه فرق بين درجة الورام ومرحلة الورام فهو دايما السطح مرحلة أولى أو مرحلة زيرو لكن لو كانت درجة الورم يعني درجة الورم بتدري السلوك الخلية لأن الأوقات بتكون فيه خلية سلطنية بس مستقنسة لكن في ساعات بتبقى فيه خلية سلطنية يعني الجنون عندها أكتر والنموه عندها أكتر وتختلف عن الخلية الطبيعية الكتير فممكن تنتشر بسرعة فلو الدرجة بتاعته عالية لو الورم داخل جيب في المسانة لو فشل البي سي جي لو فشل الكيماوي كل ده بيخليني قد أفكر في أن أنا شير المسانة بتحدد فشل بولئاً على إيه؟ إنه هو لما بتستقصله ما يرجعش تاني؟ ولا بتحدد فشله إنه هو بيفضل معايا سنة سنتين كل شوية بتقرر عنده؟ لا هو زي ما انت حد قلت لو أنا شلته ورجع وديت بي سي جي ورجع وديت كيماوي ويرجع لا أنا قصدي حكي ديتي بي سي جي واختفى قعد معايا فترة مثلاً ما عندوش أي أورام جالك بعد ست شهور جال ورام تاني هتستقصل يعني بيقعد فترة وبيرجع بيختفي وبيرجع تمام بتتعامل معايا في نفس الحق أن الحاجة تدهاله ولا بتستقصل؟ ده لا يعني هو عايز أقول حضرتك على شيء غالباً بنسبة 90% الورم السطحي بنعالجه بالطرق السطحي اللي هو استقصال الورم بالمسانة وحقاً البي سي جي لأن حقاً البي سي جي ممكن أبدأ فيها مد 6 أسابيع ودي بنسميها اندكشن وممكن استمر بيها مع المريض سنتين ثلاثة لأنه صعب جداً يعني رغم أن أنا بتمنى أن أوقات لو ورم سطحي والدرجة عالية بحب أعمله استقصال كامل لكن تقبله المريض بيكون صعب أن أنا أقوله تعالي أعملك استقصال مسانة وهو عارف أنه ورم سطحي فباستمر معاه بيه البي سي جي وأحياناً العلاج الكيميائي بس حكاً دكتور طبعاً بتنصح المريض بحاجة معينة أنه هو يرجع للإستقصال أو بيتكمل بالبي سي جي ممكن حكاً أنا بتحددها له ومش هو أنا بحددها له بس أنا دايماً فيه كاونسلينج لازم أحط المريض وأسرة المريض معايا في اتخاذ القرار لأن أنت بتتكلمي فيه قرار يؤثر على حياته على أسرته على دنيته واخدبال حضرتك فبهم جداً أن أنت تدي المريض وخصوصاً لو كان المريض المعدل للذكاء وحضراتكم كعالميين والنت الناس للوقت بها عندها ثقافة كبيرة جداً فإحنا بس للأسف ثقافة أو رمل السرطان بالتحديد في المثالة ما فيش تفقيف فيها كتير يا دكتور أوليلاً وأحياناً بتكون مغلوطة علشان كده يمكن حضرتك النهاردة بتعملي كليرانس أو بتعملي فلترة أو بالصححة مفاهيم قد تكون خطئة قد تكون خطئة فإحنا بنتناقش مع المريض بقول والله أنا ممكن أستمر بالاستقصال الجراحي بنظار المسانة وحقاً البي سي جي وحقاً الكيماوي ودي لها مميزات كذا طب أنا أحياناً قد أن أنا أروح للاستقصال طب نعمل استقصال دلوقتي ولا نستنى شوية برضو لأن خلي بالك مهمة جداً بقاش في خطورة لو حك استنت شوية عن الاستقصال؟ ما هو يعني أنا أقول لحررتك لو فيه يعني هستنى شوية بس فيه متابعة من المريض وهتأكد أن المريض هيجيني وهعمله أشعة الرنين وهقدر تابعه يبقى ما فيش خطورة ممكن يستمر بالورم السطحي ده لمدة 10-15-20 سنة عادي جداً ممكن طيلة عمره وأحياناً في بعض مرضى علشان برضو ندي جزء مضيء في بعض مرضى جوني بورم في المسانة سطحي واستقصالته مرة واحدة وليهم خمس سنين ما عندهمش أي مشكلة يعني دخلت تاني مرة تالت مرة بالمنظار ما لقيتش وراء يعني يعني ولا خد بي سي جي ولا خد كيماوي وهو الاستقصال كان مرة واحدة يعني أنا أذكر يعني في مرضى كتير بالشكل ده يعني عايزين نقول اكتشاف المبكر لو جاني بدري ممكن أن أنا استقصله بس بالمنظار وشكرا أنا قبل ما ننوح على الحلقة النهاردة أني فيها نتكلم عن الأورام السرطانية لتالت المسانة أنا في حالة فرعاً أعرفها وكانت دايما متخوفة أن هي بتعمل بي سي جي وتروح كل فترة للدكتور عنده حالة اكتئاب رهيبة بمجرد أنه هو بيتابع حالته وبيعمل استقصال للورم الصباح فهو بيبقى دايما متخوف أن الموضوع يكبر معاه أو يوصل للورم عميق لكن حاجة بكلام حالة فترة طبعاً مطابقين جداً أن المتابعة والصبر وأن احنا نروح التفاؤل ده حاجة عادية جداً وممكن ما يوصلش أصلاً لعمل لأ ده احنا بنقول يعني قبل حالك ما تقولي بنقول أن 80% من المرضى في الدول الخارجية بيكون ورم سطحي يعني المجموعة بتاعت الورم السطحي اللي احنا رحنا لاستقصال المسانة ما تزيدش عن 5% و95% منهم يعني بيعيشوا بيحافظوا على المسانة وطيلت حياتهم يعني وطيلت عشرين 15 وعشرين سنة أعرف مرضى كتير فعلاً موجودين وناس مشاهير أوي ما فيش داعي نذكر أسمائها وموجودة 15-20 سنة بيء الورم السطحي وحتى لو عميقوا زرعوا مسانة أو استأصروا مسانة برضو عشرين بشكل طبيعي جداً من 20 سنة ومحافظة على شيء ما كانش الطب لسه تقدم أنا أذكر لحدتك يعني يمكن المريض اللي بالي لوقتي هو ما جانيش غير بعد 15 سنة بعد زرع المسانة عشان كان يتراقف شغله فكان هنقلوه مكان جا ياخد مني تقرير عشان يفضل في مكان يعني معنى كده أنه عايش حياته بالكامل يعني إيه ياخد تقرير عشان يفضل في مكان يعني عشان يقول أنه كنت عامل عملية كبيرة قوي كان هنقلوه من مركز لمركز تاني في الشغل فتخيالي يعني يعني عايزة أقول أنه عايش حياته طبيعية بنسبة 100% مع أسرته حياته الاجتماعية أنا أعرف المريض ده بصفة شخصية أحياناً أنا لقيه كده راكب البسكليتة بتاعته على إيه ماشي أنت فاهماني حضرتك ولا لا فعايزة أقول لأ حضرتك لا إحنا دلوقتي فيه تطور كبير جداً يعني وجهة نظري حتى الاستقصال الجزري المسانة أو الغدد الإنفوية لو تم بدري العلاج ما بيحتاجش الكيماوي ما يحتاجش الإشعاعي بتزراعي بمسانة بيتبول طبيعي أنا شايف أننا لأ فيه أمل كبير دكتور قبل ما نختم حلقتنا عايزة نصيحة تنصح لكل المساهدين سواء اللي ما عندوش أصلاً المعافي والمرض تنصحوا بنصيحة أخيراً أنا بشكورك جداً وبشكر الأعداد والبرنامج على استضافة وعالكلام في الموضوع المهم جداً ده ومبسوط أن الحركة قنات علمية دقيقة جداً بنصح الجميع أنه هم يشربوا مياه كتير قوي يقلعوا عن التدخين يكسروا من الفاكهة والخضروات والسلطات يتمشوا كتير قوي يتفادوا السمنة قدر الإمكان الاكتشاف المبكر موجود مجاناً دلوقتي من خلال تحليل البول وأشاعة الرنين المغناطيسي دكتور بشكورك جداً يا دكتور وأتمنى تكون بيك في حلقات تانية إن شاء الله ونتكلم عن الإجراحات بشكل عام أعزائي المشاهدين انتهت فقراتنا الأولى انتظرونا هنطلع فاصل وهنطلع بفقراتنا التانية هنتكلم فيها عن تأخر الإنجاب وعن الحقن المكهري فاصل وهنرجعلكو على طفل